أسيس نيكولا يعني فيه معنا أكم دقيقة يعني واحدة من الآيات اللي بحبها كتير كتير على قلبي لما الرب يسوع اتعامل مع زكا وخلص زكا وبيته كمان لكن حكي عبارة في لوقت 19 الآية 10 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد أهلك نعم إذا حبيت تحط لنا كل القالب كل الصورة اللي تكلمت عنها سواء رؤية دانيال في العهد القديم أو اقتباسات يسوع عن ابن الإنسان في كده يعني مرحلة نحطها في الصورة إيه اللي عاوز الرسالة اللي عاوز توصلها ولسيمة إنه ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص إلهنا صار إنسان أمر عجيب أمر عظيم لا يستطيع فكر البشري أن يتقبلوا إلا إذا كان بالتسليم والتواضع كامل وشعور بذاتنا بعدم نفعنا عدم أهليتنا حطة الاقتراب إلى الله لو نحن بإمكاننا نقترب إله لماذا يقترب إلينا ابن الله ابن الإنسان صورة الله صورة عبد ليفرجينا الناحيتين الله خلق الإنسان على صورته الإنسان شوها الصورة بسبب الخطيئة أراد الله أن يسترد هذه الصورة في الإنسان أن يعيده ليس فقط إلى حيث كان بل إلى ليس إلى الجنة نحن نعرف الجنة كانت في الأرض ولكن إلى محضره في السماء فهذا الطلب أكيد مش الإنسان هو الفاعل والله ردد الفاعل الإنسان فاعل ردد الفاعل الله من قبل أن يخلق الإنسان عارش ورد يصيره رسم المخطط والأمور ليست مفاجأة عليه وهو يحاول أن يعمل ردد الفاعل الله هو الذي يختار الفاعل وهو الذي يتحكم بردد أفعالنا ويختار ردد فاعله قال دم المسيح معروفا قبل سابقا قبل تأسيس العالم فالمسيح هو ابن الله الذي من جوهر الله ولكن كان لابد أن يشبه أخوته في كل شيء فصار بشرا صار جسنا وهو في بشريته وفي إنسانيته كانوا يحضرنا للهوته وملكه هؤلاء الأربع نقاط اللي تكلمنا عنهم اليوم وإذ صار في لايئة كإنسان تشارك معنا في كل شيء بيقول بعبرانيين اثنين وثلاث باللحم والدم تشارك معنا لعدة أسباب ليبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت ولي كي يخلصنا ويعتقنا نحن لعشنا كل حياتنا في خوف من هذا الموت ولي كي يشابه أخوتي أخوتي في كل شيء ويتجرب مثلنا فيقدر أن يعين مجربين فكان في حتمية أن يصير مثلنا لا يخلصنا لا يصير مثلنا حتى نحن نصير مثله أمر عظيم إن شاء الله بحلقة قريبة نرى ماذا عمل فينا خلاص المسيح ماذا حقق لنا خلاص المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر